معنى هيك شي بس هو عمل هيك عداوة عماد الحق اللي قالوا كله كذب مو أنا بس عم حافظ على شغلي حقي بك معناته أنت واحد كذاب وما بنوثك فيك لكن إذا فتشنا عندك يمكن نلاقي لقلنا عشرين ألبوم صور ووسائق لك مدامك مانا كواسك من هارجال منيح ليش دخلتهم بشغلنا ليش من البداية ما قلعتهم وقلتلهم ما خرج تشتغلوا معي لشو دخلتهم معنا بالشغل الكبير ها لشو طلع فيني كل شي انت عارفوا عن هذا اللي اسمه أشرف انتك تحكيه وإلا هالأبطل يعروحك وانا عم تفعمونها يلا يا سعيد افتحها الموبايل بقى أمير بلا ما تدق الجرس بزورنا يامت لست لبنة لبنة ولا رفيف لأ لبنة شو الموضوع دنيا من شوي تكسرت يا أمير شوي وبتعرف كل شي بس ليك بلا ما تطلع انت خلينا روح الكافاة استنى شوي وقت سعيد عطاني كل نسخ الدفتة مشان تخبيه لا قال لي القرار إلك قال لي خد نعمل شو ما بدك بعدين أشرف بارح ايجا مرة تانى نادر خلاص انت روح هلأ في عنا شغل أنا والمعلم أشرف وشو هالشغل بقى؟ لا تأخذني معلم أشرف سليم سكران قل لي قل لي شو بتريد؟ لا شكرا إلك أنا وسليم منتفاهم روح انت على بيتك تحرق كيفك يا أخ سليم؟ شو صار ما نقل لي؟ كنتم قرر إني ماخون سعيد وما أعطي نصح الدفتر وقلت علي وعلى أهدائي ما في شي أكبر من الموت شو عملت؟ جبت نصح الدفتر؟ سماع ما، ما جبت لك شي بالمرة لما مشينا بهالطريقة هاد حكينا كلمة شرف أنا ونادر وسعيد وأنا ما بخون أبدا الشغلة مو على كيفها يا بتجيب النسخ وبتستلم الشغل بدلها الواطي وبتصير غني كتير وإلك كلمة يا بدك تموت وأنت مبهدل يلا اختار أخذوا أنا ما بدي هالمصاري وأشرف سحب سلاحه علي وأنا طبعا ما وقفته هجمته عليه دغري وأنا على الأرض وتقاتلنا أنا وياه وفجأة طلعت الرصاص عن المسدس لما وقيت على حالي كان أشرف بالأرض وما عم يتحرك وصرت أتحسس حالي وما كنت متصاوب وبعدين اتذكرت إنه رجاله واقفين برا قلت إذا دخلوا لجوه أكيد رح يقتلوني دغري وخفت كتير وبعدين حاولت قتل حالي بس اطلع جمال بس اطلع جمال أمين ماشي الحال شوية شوية عم تنكشف لكل القصة ماشي بكرة الصباح هم ندفن أشرف على الساكت وبدون مشاكل أما هذل شابين رح يضلوا على ضيوفهم كرمين لبين ما يتحسنوا ويطيبوا على آخر سمعني مني حيمات أنا بدي حط مسافة بينك وبين سعيد ورجاله بعد هلأ سعيد رح يشتغل بشكل مباشر معي أنا والمشكلة الكبيرة اللي بينكم بنا نحله هون مشان ما يبقى بيناتكم زعلوا مشاكل وانت بكرة بتجيب لي كل نساخ الدفتر الموجودة عندك وانت كمان بتجيب لي الصور وبنا نرميهم بقلبها النار مشاني يحترقون وخلص منهم يعني وإذا تعني من رصار بيناتكم أي مشاكل أو خناقة أو أي شي ساعة أنتو تنين رح قدفنكم بمقبرة الحيوانات وإخلص من وجع الرأس تباكم إيه يا ست نور عملت بين رجالي مشاكل وطلعت منها أه أنت اللي رح تحسب لهاي سعيد إيه يعني أنتو شو بتكنت عملوا فيني أنا ما عملت أي شي أنا أنت هات المسدس لا موعد عطيني التاني أحلى سعيد خلص هالشغلي بسرعة في موضوع بدأ نحكي فيه يلا موسيقى